وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة قلل 24 ساعة من ضبط 577 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغتها 362 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 84 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيادة من السعر الرسمي فقد تمو ضبط 260 طن وفي مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تمو ضبط 17 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 386 قضية من بينها 116 قضية خبز ناقص للوزن و103 قضايا لخبز غير مطابق للمؤصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت 353 طن ترجمة نانسي قنقر